موسيقى الحصاد من قناة الغد بالقاهرة أهلا بكم ونبدأ بالعناوين الفصائل الفلسطينية تعلن الاستنفار العامة لمواجهة مسيرة الأعلام بالقدس تحقيق فلسطيني يؤكد أن قوات الاحتلال تعمدت إطلاق الرصاص على شرين أبو عقلة الأمن القومي التركي يفوض أردوغان بشن عملية عسكرية على حدود سوريا والعراق روسيا تبد استعدادها للمساعدة في حل أزمة الغذاء بعد رفع عقوبات الغرب دعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إلى الاحتشاد في باحات المسجد الأقصى المبارك ابتداء من الجمعة وأعلنت النفيرة العامة الأحد للتصدي لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وحذرت الفصائل الفلسطينية في بيان لها سلطات الاحتلال من السماح باقتحام المسجد الأقصى عبر تنظيم المسيرة اجتماع عاجل دعت له الجبهة الشعبية بحضور كافة الفصائل الفلسطينية لمناقشة سبل مواجهة مسيرة الأعلام الإسرائيلية المزمع تنفيذها يوم الأحد القادم في مدينة القدس المحتلة فرغم تحذيرات الفصائل من هذه المسيرة إلا أن الاحتلال لا يزال يصر على تنفيذ تلك المسيرة تجاهل إسرائيلي دع الفصائل لإعلان حالة الاستنفار سياسيا وانعقاد دائم لغرفة العمليات المشتركة التي تجمع كافة الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية أعلنت الفصائل الفلسطينية والغرفة المشتركة بأنهما في حالة انعقاد دائم تراقبان عن كثب تطورات الأحداث والسماع لمنطرفين أصغائنا بتنفيذ مسيرة الأعلام الصينية التي لا يمكن أن تمر مرور الكرام لذا طالبنا أبناء شعبنا في الضفة والقدس وأراضي التمانية واربعين بالاحتشاد في ساحات المسجد الأخصى رافعين الأعلام الفلسطينية دعوات فلسطينية داخلية لجعل يوم الأحد القادم يوم نفير عام في الضفة الغربية والقدس المحتلة فكما تقول الفصائل فإن هذه المسيرة يمكن أن تشعل المنطقة من جديد وتطالب الوسطاء بسرعة التدخل في سبيل منع مسيرة الأعلام الإسرائيلية القز تهون من أجلها الأواح والممتلكات وكل ما نملك لذلك على العدو أن يتحمل مسؤولية وتبعات ما سيجي يوم الأحد القادم من خلال أن هذه المسيعة من الممكن أن تسمى لذلك على الوسطاء أن يتدخلوا من أجل لجم هذه السياسات العدوانية ووقفها بيان صادر عن الفصائل الفلسطينية فبعد هذه التصريحات من الفصائل الفلسطينية يبقى الباب مفتوحا للإجابة على السؤال الأبرز ميدانيا حول ما يمكن أن تحمله قادم الأيام من تطورات محمد أبنى موسى الغد غزة فلسطين من جهته حذر القيادي الفلسطيني محمد دحلان من إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخطط مسيرة الأعلام الإسرائيلية معتبرا ذلك استفزازا خطيرا لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة العربية وتجاوزا للخطوط الحمراء ونسفا لكل جهود التهدئة وتفجيرا للمشهد الميداني المشتعل أصلا بسبب استمرار الاحتلال وطالب دحلان بالتصدي لهذه المسيرة بالنفير العام ورفع الأعلام الفلسطينية كما طالب جميع الوسطاء والأطراف الفاعلة بالتدخل وتحمل مسؤولياتها لوضع حد لممارسات الاحتلال التي قد تدخل المنطقة بأكملها في دوامة من الدماء تتحمل حكومة الاحتلال تبعاتها وتداعياتها ينضم إلينا من غزة دكتور أيمن شهيل سجد العلوم السياسية بجامعة الأزهر بقطاع غزة أهلا بك معنا دكتور أيمن إذا ما سمحت سلطات الاحتلال بتنظيم مسيرة الأعلام ما هي التبعات برأيك؟ يعني هي مساء الخير لك أولا المشاهدين أولا مسيرة الأعلام حسب أولا خط سيرها المناطق التي ستدخلها والممارسات التي سيمارسونها هي مسيرة طبعا معلنة عن أكثر من 16 ألف مستوطن إسرائيلي سيجوب شوارع القدس وهكذا يعني المخطط المسير إلى باب العمود ومن ثم إلى داخل الحرم القدسي الشريف ويغادروا ويكملوا مسيرهم إذا كان طبعا من مقررين أن يكون هناك صلوات أن يؤدوا طقوسا دينية توراتية في داخل الحرم القدسي الشريف المحكمة المركزية الإسرائيلية بالأمس قررت أنه عدم السماح لهم بإجراء أو الممارسة طقوس دينية توراتية داخل الحرم القدسي وبالتالي سيكون مسير دخول واجتياح لباحات الحرم القدسي الشريف الجديد في ذلك أولا أنه العدد هذه أعداد مهولة نحن نتحدث عن 16 ألف وأنه ممكن يكون العدد أكبر ثانيا الإمكانيات الاحتكاك يعني هو مثلا اليوم كان في اقتحام لباحات الحرم القدسي الشريف بحدود 200 مستوطن بحماية حرس الحدود الإسرائيلي العدد الكبير من الممكن أن يؤدي إلى احتكاكات ليس فقط داخل الحرم القدسي وإنما داخل مدينة القدس نفسها لأن هذه المسيرة ستجوب شوارع القدس نفسها مرورا طبعا بباب العمود اللي دائما ما تكون هناك اشتباكات ومواجهات الوضع في يعني الوضع أصلا هو متوتر في القدس وفي الضفة الغربية متوتر ومتوتر جدا وقابل للمقاطعة في أي لحظة المواجهات في كل مكان يعني ليس في القدس وليس في الحرم القدسي وليس في مناطق محددة اسمح لي يا دكتور أيمن بالمقاطعة عذرا على المقاطعة دكتور أيمن ولكن لو سمحت لي العام الماضي ربما حدث نفس التوتر قبل مسيرة الأعلام أو ما يسمى بمسيرة الأعلام خرجت بالفعل المسيرة إنما أجبرت سلطات الاحتلال منظمي المسيرة على تغيير مسارها لتجنب الاحتكاك والصدام مع الكتل الفلسطينية هل نتوقع تكرار نفس السيناريو العام الجاري؟ أنا لا أعتقد تغيير في نفس السيناريو لسبب أنه صدرت كثير من التصريحات الإسرائيلية سواء من الإعلامية أو شراطية أو على مستوى الحكومة الإسرائيلية أنه الرضوخ لمطالب الفلسطينين بتغيير خط سير هذه المسيرة الإعلام بعدم دخول مثلا باب العمود وعدم اقتحام الباحات الحرم القدسي الشريف يعني بالنسبة لهم أن إسرائيل قد هزمت في هذه الجولة وبالتالي اليوم صدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي جانتس يعني وزير الحرم العفوان جانتس ما يفيد بأن مسيرة الإعلام خط سيرها سيستمر كما هو بالأمس بنت أكد على هذا الشيء يمكن الجديد التدخل الذي حصل إسرائيليا في هذا الموضوع وهو ليس من الحكومة الإسرائيلية وإنما من القضاء الإسرائيلي من المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس التي بالأمس كما قلت لك قررت أنه عدم السماح لهؤلاء المستوطنيون والمتطرفون أن يعني يؤدوا طقوس دينية توراتية أما هم إلى هذه اللحظة ما يصدر عن الشرطة الإسرائيلية ما صدر عن وزير الحرب الإسرائيلي ما صدر عن الحكومة الإسرائيلية أن مسيرة الأعلام قائمة وخط مسيرها بالمناسبة يعني محدد خط مسيرها أنها ستدخل من باب العمود وسيقتح مباحات المسجد الأقصى الحرم القدس الشريط طب أنت الآن يا دكتور أيمن تقول أن حكومة الاحتلال ستسمح بتنظيم هذه المسيرة ستسمح باقتحامات الأقصى حتى وإن كانت حكومة بنت هي حكومة يعني هشة للغاية حاليا حكومة في مهب الريح أسهل ما يمكن فعله معها هو سحب الثقة ألا يجعلها تسعى إلى التهدئة هو بالعكس وهذا السلوك يعني يطيل من عمر الحكومي ولا يقصر من عمر الحكومي لماذا؟ لأن من يقف في المعارضة ليس هو اليسار الإسرائيلي الذي يقف في المعارضة هو اليمين الإسرائيلي يعني بزعامة نتنياهو وبالتالي أي تنازل من قبل الحكومة أو أي موقف أو تراجع عن مسيرة الأعلام هذا انتصار لليمين ومن الممكن أن هناك قوة يمينية في داخل الحكومة لأن هذه الحكومة مشكلة من قوة من أقصى أقصى اليمين إلى قوة في أقصى أقصى اليسار يعني من ميرتس إلى حزب بنت رئيس الحكومة الذي يقف على يمين اللي يكن يمين نتنياهو وبالتالي ليس من يعارض الحكومة الإسرائيلية هو من يقف في اليسار وبالتالي هم مطلوب يخففوا من الحد هم ذاهبين باتجاه يعني تطرف أكثر من نتنياهو كي يحافظوا على استمرار حكومتهم وبناء عليه أنا لا أتصور أنه في اللحظات الأخيرة سيكون أي موقف إسرائيلي بتغيير خط سير هذه مسيرة الأعلام أو بأي تنازل إسرائيلي ومثل ما حكيت لك صدرت تصريحات إسرائيلية اليوم وبالأمس تؤكد على أن مسيرة الأعلام يجب أن تسير وفق خط سيرها لأن أي تغيير في خط سيرها يعني تنازل بين قسين كما بيسموا لقوى الإرهاب والتطرف الفلسطيني وبالتالي هم ذاهبون باتجاه التطرف أكثر وليس الاعتدال طيب الآن يا دكتور أيمن هناك حالة من حالات التوالي المتسارعة للتحديات غير المسبوقة ربما أو لا تقطئها العين في الداخل الفلسطيني يعني مثلا اقتحامات الأقصى في رمضان مثلا يعني بعدها كانت هناك حركة اقتحامات في جنين من قبل سلطات الاحتلال بعدها اعتقالات إدارية وغيرها بعدها ربما اغتيال جنين أبو عاقلة ثم أعلام حوارة لأسبوع الماضي الآن مسيرة الأعلام مثل هذه التحديات المتتالية بسرعة هل ما يمكن أن تجعل الفصائل الفلسطينية الكتل الفلسطينية تتفق على قلب رجل واحد؟ يعني شوف الاتفاق الفلسطيني الكامل الشامل أنا يعني أستبعده ضمن معطيات السياسة الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني والانقسام السياسي الفلسطيني في نظامنا السياسي ولكن في الموضوع الوطني عندما يكون هناك هجوم إسرائيلي اغتحامات إسرائيلية الاعتقالات يعني خلينا أوجد لك على سبيل المثال السياسة الإسرائيلية الممارسات الإسرائيلية على الأرض اليومية اعتقالات يومية يعني تم اغتحامات لمناطق ألف مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية في المدن الفلسطينية تم اعتقالات فلسطينية بالعشرات يومياً بناء مستوطنات وحدات سكنية استيطانية جديدة أعلنوا قبل يعني في رمضان أعلنوا عن السماح بترخيص أكثر من أربع آلاف وحدة سكنية استيطانية جديدة علماً في كثير من المستوطنات وحدات السكنية فارغة اغتحامات المدن اغتحامات اغتحام جنين المستمر النابلس موضوع قبر يوسف الاعتداءات المستوطنين اليومية يعني المستوطنين الآن بحرقوا أشجار الفلسطينيين أشجار الزيتون الفلسطينيين بيكسروا سياراتهم باعتدوا عليهم بيغلقوا الطرقات أمام الفلسطينيين من الحركة هذا المستوطنين وليس الجيش الإسرائيلي يعني هؤلاء يعتبروا يعني مواطن هذا مش رجل دولي أو رجل شرطة أو من الجيش الإسرائيلي هم من يقوموا بإغلاق الطرقات والشوارع في حالة حصار مثلاً على قطاع غزي منذ سنوات طويلة السلوك اقتحامات بالمناسبة لباحات المسجد الأقصى هي يومية أو شبه يومية يعني اليوم فيه كان اقتحام لباحات المسجد الأقصى حوالي 200 متطرف في حماية الشرطة الإسرائيلية اقتحموا باحات الحرم القدس الشريف وبالتالي السياسة قائمة الممارسات يومياً قائمة القتل بالأمس قتلوا يعني طفل وعملياً 16 سنة في القانون الدولي هو طفل لم يبلغ سنة 18 الفلسطينية شيرين أبو عاقلة يومياً فيه شهداء فلسطينيين فيه اعتقالات للفلسطينيين فيه إصابات في صفوف الفلسطينيين فيه إغلاق لطرقهم فيه إغلاق على مدنهم فيه بناء مستوطنات وحدات سكنية جديدة فيه إغتحامات لباحات المسجد الأقصى فيه إغتحامات لباب العمود فيه تواجد واستفزازات فيه ممارسات للمستوطنين ممارسات لناس متطرفين غلاء في التطرف يعني هؤلاء غلاء المتطرفين ليس في داخل إسرائيل على مستوى العالم يعني عندما تتحدث مع هؤلاء الناس ممارساتهم هم متطرفين إلى أبعد الحدود وبحماية الجيش والشرطة الإسرائيلية أشكرك هذه الصوبة وهذه الممارسات إلى أين ستؤدي بنا؟ بالتأكيد يوما ما ستكون هناك في حالة من الانفجار أشكرك دكتور أيمن شهين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بقطاع غزة كنت معنا من غزة فشكرا لك في شأن فلسطيني آخر أعلن النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب نتائج التحقيقات في اغتيال الصحفية شرين أبو عقلة وقال الخطيب أن التحقيقات أثبتت أن جنديا إسرائيليا تعمد إطلاق النار على أبو عقلة فقد ثبت لدينا بشكل قاطع أن استهداف الشهيد أبو عقلة ومجموعة الصحفيين الذين كانوا برفقتها من قبل قوات جيش الاحتلال قد جاء بشكل مباشر ومتعمد وذلك ثابت من نوع السلاح المستخدم من فورتي روجر ونوع الذخيرة خارق للدروع ومسافة إطلاق النار التي تتراوح بين 170 و180 متر من مكان تواجد الشهيد أبو عقلة في مكانٍ مفتوح دون أي عوائق للرؤية وكذلك طبيعة ومكان الإصابة في الرأس من الخلف بوضعية الهروب بالإضافة إلى أنها كانت ترتدي زي الصحافة بشكلٍ واضح وجلي لقوات جيش الاحتلال مطلق النار ومتواجدة في منطقة متعارف عليها كمنطقة لتجمع الصحفيين من جهته قال نبيل أبو رودينا الناتق باسم الرئاسة الفلسطينية إنه سيتم عرض كل وثائق اغتيال شرين أبو عقلة على جميع المحاكم الدولية وأضاف أبو رودينا أن موضوع اللجوء للمحافل الدولية هو بيد القيادة الفلسطينية من الواضح أن التقرير يتهم إسرائيل مباشرة جيش الاحتلال بتحمل هذه الجريمة وكما تعلم الخارجية قدمت كل الوثائق المطلوبة لكل الجهات الدولية بما فيها الاسي سي من أجل توثيق كل هذه الجرائم وفقا لهذا التقرير وكما تعلم القرارات السيادية لا يأخذها إلى النائب العام ولا أي جهة أخرى القرار في يد القيادة الفلسطينية عندما تقرر أن تذهب إلى أي جهة دولية أكد مجلس الأمن التركي أن العمليات العسكرية عند الحدود الجنوبية للبلاد ضرورة وطنية وأكد المجلس أن الرئيس رجب طيب أردغان حصل على تفويد من المجلس لشن تلك العمليات خارج حدود البلاد في شمالي كل من سوريا والعراق وجود اللاجئين السوريين في تركيا يشكل أحد المحاور الرئيسية للحديث عند التطرق للعملية العسكرية التركية المتوقعة في الشمال السوري إذ أن أنقرة تسعى للاستفادة من ظروف محلية ودولية في هذا الملف التهديد التركي صادر على الرأس الهرم القيادة التركية يأتي في وقت تشعر في أنقرة من أنها تمتلك عدة أوراق قوة وبالتالي عليها الاستفادة والدول دائما تبني استراتيجيتها على مصالحها اليوم تركيا لديها موقف قوي لدى الغرب بما يخص حرف الأوكراني لديها موقف قوي بما يخص العقوبات لديها موقف قوي بما يخص الناتو ودخول فنلندا والسويد أيضا لدى تركيا 8 مليون سوري ما بين الداخل والخارج تتحكم فيها بالإضافة إلى أن تركيا اليوم تتحدث عن إعادة مليون سوري طوعا إلى داخل أراضي السورية وبالتالي هذه العودة تحتاج إلى مناطق آمنة لكي تقوم بإسكانها من ضمن أهداف تركيا إذن إنشاء منطقة أو مناطق تقول إنها آمنة في الشمال السوري يعاد إليها أكثر من مليون لاجئ سوري من المقيمين في تركيا بالمرحلة الأولى تقول أنقرة إنها ستكون عودة طوعية إعادة أعداد كبيرة من اللاجئين للشمال السوري تتطلب تجهيز بنية تحتية جيدة لاستقبالهم وهو ما يرى مراقبون أنه لم يستكمل حتى الآن ما يعني أن العملية تتهدف بالأساس لإنهاء وجود المقاتلين الأكراد في بعض المناطق يسعد جانب الرسمي التركي حسب مراقبين لتخفيف حالة الاحتقان بالداخل التركي بسبب هذا الملف خاصة وأن المعارضة التركية تستغله بشكل واسع وتتعهد على الدوام بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم حال الفوز بالانتخابات نقول بوضوح وبصراحة مطلقة إنه يجب إعادة إخواتنا السوريين من تركيا إلى سوريا مع الحفاظ على حقوقهم وحياتهم وحمايتهم نحن لا ننطلق من منطلقات عنصرية أو قومية ولكن يجب أن نجلس مع السوريين أنفسهم أيضا على طاولة واحدة والحديث بصراحة وفتح كل المواضيع والملفات باتت المعارضة التركية تجد آذانا صغية كثيرة لدى الغالبية من المواطنين الأتراك في هذا الملف على وجه التحديد خاصة وأن الكثير من المشاكل الكبيرة التي تعانيها البلاد باتت تعلقها المعارضة على شماعة السوريين في تركيا على مصبحات الغد إسطنبول ينضم إلينا من إسطنبول فراس ردوان أغلو الكاتب والباحث السياسي أهل بك معنا سيد فراس إذن مجلس الأمن القومي التركي منح الرئيس أردوغان تفويضا لشن عمليات خارج حدود البلاد هل يعني ذلك أننا سنشهد عملية عسكرية تركية على الحدود مع سوريا والعراق خلال أيام أو ساعات؟ يعني هو ليس بهذا المعنى أنا أظن أن التخويل هذا وإعطاء الرئيس هذا الأمر يعني هو شكل روتيني أظن يعني هذا الأمر يعني كل فترة تقريبا محددة ومعروفة هذا الاجتماع دائما قائم مسألة الاجتماع الأمن القومي لكن هل يعني هذا أن العملية وشيكة أم بعيدة؟ أنا أظن أن الترتيبات ربما تكون قائمة بالنسبة لعملية عسكرية لا نعلم مداها هل هي صغيرة المدى واسعة المساحة عددها قليل هل هي فقط للضغط أيضا السياسي أو دبلوماسي في هذا السياق يعني هي في شقين ممكن نضع هذا الاجتماع الشق الأول أنه روتيني وإعطاء الرئيس هذه الصلاحيات هذه نقطة مهمة سيد فراس عفوا يعني اسمحني طيب لو كان الأمر روتيني لو كان الأمر روتيني هذا التفويد الذي منحه اليوم الرئيس أردوغان هذا أمر روتيني طيب متى حصل عليه آخر مرة متى منح تفويدا هكذا آخر مرة لو كان روتينيا نعم الاجتماع هو روتيني كل تقريبا نسبوع يكون هناك في الاجتماع التفويد يأتي عندما تصبح هناك الحالة السياسية الآن التي هي موجودة في تركيا تريد الاستفادة قدر الإمكان من الوضع القائم في مسألتي الحرب الروسية الأوكرانية وانتظام منضمام فنلندا والسويد ومن ضمن هذه الأمور أضمن ثلاثة مسارات واضحة لتركيا أخذ ما تستطيع أردو من التحدي الأمريكية في مسألة السلاح أيضا الدعم المالي وما تريده من قبل الاتحاد الأوروبي بإضافة إلى مسألة البيكاكا المتواجدين في أوروبا طبعا منهم السويد والمسألة الثالثة هو وضع ما تريده في نقاط في الداخل السوري ولذلك تم التفويد الآن بأن إذا أرادت القيادة السياسية الآن طبعا بعد التحضيرات الأمنية التي أظن هي محضرة دائما وجاهزة القيادات العسكرية والأمنية إذا أردت أن الوقت الآن جيد لهذه العملية فهو مخولا فعليه أن يتقدم في أي لحظة يريد لذلك جاء هذا التخويل لدعمه المرة السابقة في هذا التخويل هو عندما كانت تريد أن تقيم العملية السابقة مثلا في وقت سابق لذلك أنا أريد أن أصل بين النقطتين التخويل العسكري هذا لوحده والاجتماع الروتيني للأجل الأمن القومي صحيح والخبر هو أن مجلس الأمن القومي التركي فوض الرئيس أردوغان هذا هو الخبر مجلس الأمن التركي فوض الرئيس أردوغان لشن عمليات خارج الحدود ليس الخبر هو إنعقاد مجلس الأمن هو ينعقد بشكل دوري كما أشرت مرة أخرى هل تتوقع أن تبدأ عملية عسكرية خلال ساعات بعد هذا التخويل أنا أتوقع أن هذا التخويل يعطيه هذه القدرة إما خلال ساعات أو أيام وهذا أنا أظن مرتبط بالمفاوضات الخارجية أو القراءة الخارجية السياسية بالنسبة لوزارة الخارجية التركية أولا والظروف مع الولايات المتحدة الأمريكية والروسية هناك استعدادات سمعنا عنها بالنسبة لنقل أو استعدادات عسكرية لأطراف من الجيش الوطني السوري الذي يؤيد الجيش التركي والذي يقاتل معه ولكن لم نسمع حتى الآن بأن استعدادات عسكرية تركية جاهزة أو واضحة للعيان هذا ما سمعناه حتى الآن لكن هل خلال ساعات أو أيام أنا أظن هذا ربما أنا أتوقع أن هناك عملية عسكرية لكن لا أتوقع أنها ستكون طويلة الأمد أي بمعنى لأيام طويلة هل ستتم هذه العملية في سوريا تحديدا دون تنسيق مع واشنطن؟ هذا حقيقة سؤال مهم جدا لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني ظهر منها تصريحات رافضة جدا لهذه العملية دون تنسيق أظن أنه سيكون دون تنسيق من نواحي متعددة لكن هل سيتم إخبار الولايات المتحدة الأمريكية عبر وزارة الخارجية التوكية لابد من ذلك أنا أظن ستخبر ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية روسيا مثلا أيضا هي معنية في هذا الشأن ربما دول أخرى أيضا ستتواصل معها الخارجية التركية لكن السؤال هنا أين النقاط التي تراها تركيا أو الجيش التركيا التي هي بالنسبة له مهمة لأن هنا يجب أن نربط مسألتين مسألة النقاط العسكرية التي يريدها دون أن يدخل في خصام واضح هو أعلن هو يريد ثلاثين كيلو مترا منطقة أمنة هذه تنفيذا للشروط السابقة التي وقعوها مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ولم تنفس تقريبا بشكل كبير لكن أنا أظن هي تريد أن تربطها أيضا في النقطة الثانية وهي الوضع الداخلي التركي لذلك السياسي والانتخابات القادمة وهذا مهم جدا لأن إذا نجح الرئيس أردوغان في إقامة المنطقة الآمنة ولو بشكل مبدئي وإقامة عملية عسكرية ناجحة ولو كانت صغيرة طبعا هذا سيسهم بشكل أو بآخر في الانتخابات القادمة لصالحه هل هناك مناسبة للاتخابات القادمة سيد فراس هل هناك حكمة سياسية ما من اتباع النظام التركي الحاكم فكرة وصحح لي الأمر أرجوك فكرة تعدد جبهات التوتر يعني ببساطة الآن الأزمات التركية هي أزمة في سوريا أزمة في العراق وكذلك أزمة مع النيتو حول فنلندا وأزمة مع واشنطن ومع روسيا حول أماكن الأكراد وسلطتهما في كل المعراق وسوريا هل هذا الأمر يتم بالتعمد سياسي؟ أنا أظن هو بالتعند لكن بالاستغلال يعني استغلال الظرف الآن الناتو يريد موافقة تركيا لانضمام السويد وفنلندا الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الناتو هي التي تريد لأهداف استراتيجية كبيرة لمحاوطة روسيا والصين تركيا لديها هذه الورقة قوية جدا ولذلك هي ستطلب كثير من الأمور وأظنها ستحقق كثير من الأمور أولا الأمور الثنائية بينها وبين السويد وبين فنلندا الأمر الثاني بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير وأيضا بهذه العملية الرفض أخذت أظن تركيا ممكن أن نقول احتراما أو تقديرا إذا صح التعبير من قبل روسيا بأن تركيا تعتبر الانضمان هو زيد التوتر ولا تريد أن يسداد التوتر بين الناتو وروسيا لذلك يعني العملية إن كانت ستحصل في سوريا نتيجة هذا الأمر طبعا التوترات القائمة الآن أحيانا تأتي لصالح تركيا وأحيانا لا في الفترة القريبة عندما كان التوتر مع مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الحقيقة لاحظ ماذا حصل في تركيا مشاكل اقتصادية مشاكل سياسية مشاكل حقيقة كثيرا عكست على الوضع الداخلي التركي بشكل عام لذلك غيرت 180 درجة الخارجية التركية والعلاقات الآن تعيد تصليحها مع المملكة العربية السعودية ومصر وفعلت ذلك مع دولة الإمارات الذي سيزور وزير خارجيتها غدا تركيا أظن هي الآن ترى تركيا من ناحية أنها تتحسن علاقتها مع دول الإقليم وفي نفس الوقت تريد أن تستفيد من هذه النقطة بين استغلال الوضع لدقل الناتو وتحسن الوضع مع دول الإقليم في تحصيل بعض النقاط في الداخل السوري على الأقل هي لإعادة ما يمكن إعادته من السوريين إلى مناطق آمنة وهذا سيربح جدا في عملية الانتخابات القادمة طيب سيد فراس هذا هو سؤال الأخير لحضرتك هل علينا برأيك أن نتوقف قليلا عند التوقيت يعني هذا التصارع في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين ربما قبل أسبوع عشرة أيام على أقصى التقدير كانت هناك تصريحات لتشاوش أغلو بأن على تركيا أن تبدأ في البحث عن حلول لأزمة اللاجئين ثم فوجئنا بعد ذلك اليوم ربما بتفويد للرئيس أردوغان اجتماع لمجلس الأمن التركي وهكذا وهنا السؤال نحن نتحدث عن قضية ليست وليدة اليوم تركيا استضافت هؤلاء اللاجئين لعشر سنوات أو يزيد لماذا الآن يجب حلها؟ هو ليس حلها الحل طويل أنا لا أظن أنها حل الكل يدرك أنها لا حل الآن في هذه القضية هي لنقول يعني من يسبق أولا في البلف السوري سيكسب الأصوات في الداخل التركي إذن أراد الإتلاف الحاكم سحب هذه الورقة بناء المعارضة قبل استغلالها في الأمور السياسية وأيضا معارضة تريد أيضا استفادة منها قبل استغلالها من قبل الإتلاف الحاكم وهذا مهم وأيضا نقطة ثانية مهمة جدا المسألة اللاجئين السوريين ليست فقط متعلقة بقرار تركي هذا مهم جدا هناك موافقات دولية في هذه القضية روسيا، الرياضة التحلي الأمريكية والاتحاد الأوروبي لذلك لا أظن أن تركيا لوحدها قادرة على إنشاء هذه المنطقة الآمنة دون موافقات مع هذه الدول وهي ستضغط بهذا الاتجاه بأننا لم نعيد ربما كل السوريين لكن على الأقل فليعد رقما جيدا 500 ألف أو مليون ونصف طبعا هذا رقم كبير أنا أراه لكن على الأقل ما بين هذين الرقمين لأن تركيا اقتصاديا منهكة أيضا بعض الأمور الأمنية أو القومية أيضا متعبة أصبحت بالنسبة لها أيضا نقطة ثالثة لا بد من إيجاد صيغة أخرى في الملف السوري لتحريكه لأن أظن أيضا بالنسبة لتركيا إلى متى ستبقى القوات التركية في الشمال السوري إلى فترة طويلة لا بد من إيجاد حل لأنه أيضا هناك هذا استهلاك للاقتصاد التركي لذلك أظن أن القضية ليست قرارا تركيا أبدا نعم ممكن أن يكون هناك بعض الإجراءات لكن دون التوافق مع الجميع صعب جدا لذلك يتسعى إلى هذا التوافق في رأس ردوان أغلو الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من إسطنبول فشكرا جزيلا لك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة للمساعدة في حل أزمة الغذاء العالمية بعد رفع عقوبات الغرب عن موسكو وفي كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي الأوراسي في قرغزستان أكد بوتين أن من يحاول عزل روسيا يضر بنفسه أولا وباقتصاد الدول الأخرى ثانية العقوبات الغربية لا تؤثر على روسيا فحسب بل على الصين كذلك والعالم كل هذه التحديات ستجعلنا أقوى مما كنا عليه من يحاول عزل روسيا يضر بنفسه أولا وباقتصاد الدول الأخرى نشهد بالفعل انتهاكات للقوانين والمعايير الاقتصادية العالمية وهو من عكس سلبا على سلاسل التوريد والنقل وهو ما دفع بالعديد من دول العالم إلى انتهاج سياسة مستقلة عن الغرب من جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الغرب لن يسمح لبوتين بإملاء شروط السلام في أوكرانيا وأكد شولتس على ثقته في أن بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا داعيا للتصدي لفكرة بوتين في تعزيز وجود عالمي سنائي القربية لنكن أكثر وضوحا لن نسمح لبوتين بالفوز في الحرب وأنا على ثقة أنه لن يستطيع أن يحقق ذلك فبوتين الذي أطلق عملية غزو أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أشهر لم يحقق أساسا أهدافه الاستراتيجية ولن نقبل أيضا أن يقوم الرئيس بلاديمير بوتين بإملاء شروط السلام ينضم إلينا عبر سكايب من سان بيترسبيرغ دكتور مسلم شعيتو رئيس مركز الحوار الروسي العربي أهل بك معنا دكتور مسلم الآن تجاوزنا الأربعة شهور في حرب روسيا داخل أوكرانيا هل تريد روسيا بالفعل أن تققى في هذه العملية لفترة أطول أم أن هذا الأمر فرد عليها من قبل الغرب والمساعدات الأمريكية العسكرية مساء الخير إلى كل مستمعينك لم نتجاوج الثلاثة أشهر حتى الآن طيب في الشهر الضالة بالنسبة للعملية العسكرية المحدودة وهي سميت عملية وليست حربا هناك أهداف متعددة وضعها الرئيس بوتينج وهناك معارك مختلفة إذا كانت المعركة العسكرية محصورة على الأراضي الأوكرانية فالمعارك الاقتصادية والثقافية والإعلامية هي تشمل كل البشرية لم تربح الولايات المتحدة ولا الناتو في أي معركة من المعارك الأخرى وحتى العسكرية منها ما حصل في أوكرانيا هو إنجاز ضخم للكوات الروسية أنتم تعرفون ماذا تعني ميروبي للمنظمات النازية الجديدة وللكوات الأوكرانية حتى أنها استسلمت وهي التي قالت ستنطلق بعملية عسكرية ضد روسيا 2400 من النازيين جلد الأكثر تدريبا والذين كانوا مدعومين ب400 مقاتل من المرتزق الأجانب و50 من زباط من بريطانيا وألمانيا وكندا ودول غربية وإسرائيل أيضا كلهم استسلموا للكوات الروسية وهذه انعكست سلبا أيضا على بقية الكوات الموجودة في دانياسك ولوغانسك التي بدأت تحاصر هناك العملية الروسية تسير ببطء لأن روسيا تحارب في أراضيها وهي تحرر هذه الأراضي وبالتالي لن تدمر كما كانت تشتهي الولايات المتحدة وغيرها جنوب أوكرانيا أصبح بيد روسيا فرسون وهم سينضمون إلى روسيا شمال أوكرانيا في منطقة خاركوف أيضا في يد روسيا وسينضمون إلى روسيا أيضا إذن نحن أمام مشهد الإعلام لا يستطيع تغطيته لأنه ليس ديمقراطيا أو ليس حرا وليس محايدا هو ضد روسيا لكن الوقائع تختلف تماما على الأرض المعركة الاقتصادية خسرتها أوروبا وحكما هذا بدعم من الولايات المتحدة أو بتوريط من الولايات المتحدة وروسيا العكس تماما أنتم تعرفون العملة الوطنية والعلاقات الاقتصادية التي بنتها روسيا إذن ليس هناك أي إنجاز للغرب إلا تدمير أوكرانيا طيب اسمح لها دكتور مسلم مرة أخرى الآن هذه الحرب بدأت في الرابع والعشرين في فاجر الرابع والعشرين من فبراير إذن حرب روسيا في أوكرانيا تجاوزت يومها الأول في الشهر الرابع أكثر من سياسة شهور انتهت وبدأنا نعد أيام في الشهر الرابع وهنا السؤال هل هذا هو ما تريده روسيا في الأساس أن تبقى في هذه العملية لأمد طويل أم أن المساعدة الأمريكية والخطة الغربية أوقعت روسيا في هذا الفخ في حرب طويلة الأمد في أوكرانيا هذا هو السؤال نعم حكما يعني العملية لا أعتقد أي جيش في العالم يرغب بأن تكون الحرب طويلة الأمد طيب لكن عندما بدأت روسيا بعملياتها العسكرية على أساس إنجاز سريع وكان ذلك صعبا مباشرة تحولت إلى الخطة البديلة وهي العمل البطيء والحرب الطويلة التي تستنزف حكماً أوروبا وتتأثر بها روسيا من يريد ذلك؟ من يريد ذلك البقاء؟ الروس أم الأمريكان والغرب؟ هذا هو سؤالي أصبح الآن روسيا التي تطيل أمد المعركة لأن الاستنزاف يحصل في أوروبا وأنتم تلاحظون ماذا يجب في أوروبا وعلى الناتو وعلى أوروبا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية روسيا لن تلجأ إلى إنقاذ أوروبا من الورطة التي وقعت بها نتيجة للسياسة الأمريكية أوروبا فعلا تعاني من أزمة اقتصادية اجتماعية سياسية أيضا ستعاني من مشكل أمني عندما تذهب هذه الأسلحة التي أصبحت بيد كل المتشددين عندما تعود مع عناصرها إلى الدول الأوروبية روسيا ليست مستعجلة روسيا تحقق إنجازات مهمة لكن بشكل بطيء هذا البطء هو الذي أزعج الولايات المتحدة لأنهم كانوا يريدون خسارة سريعة لروسيا لكن روسيا تعطيهم خسارة بطيئة لصالح ضدهم وربحا بطيئة نعم طيب بالتأكيد يا دكتور المسلم أنت تتبع التصريحات أولاف شولتز الليلة يعني هو قال باختصار لن نسمح للرئيس بوتين بأن يكسب الحرب في أوكرانيا لن نسمح له وتم الحديث أيضا عن الحرب الغذائية الآن يقال إن روسيا تجوع العالم يعني هناك روسيا تقول فردت علي عقوبات حرب عقوبات والغربي أقول تمت حرب غذاء حرب مجاعة تنويها روسيا أي سلاحين أقوى؟ العقوبات أم حرب الغذاء منع الحبوب؟ يعني هذا فعلا يشير إلى مدى قلب الحقائق من الإعلام الغربي وتزويرها وتشويه ماذا يجري أولا ليس شولتز هو الذي يقرر كيف ستربح روسيا أو لا فقلت يعني كيسينجر العراب السياسة الأمريكية قال روسيا لن تخسر الذي سيخسر أوروبا هذه من ناحية من ناحية الغذاء أيضا يجب أن نعطي بعض المعلومات لكي المشاهد لكي لا يتورط بالدعاية الغربية والتي تساهم معها بعض وسائل الإعلام العربية روسيا هي المنتج الثالث في العالم الثالث في العالم وليس الأول الأول هي الصين ومن ثم الهند ومن ثم روسيا وبعدها تأتي دول أوروبية وثامنا أوكرانيا روسيا رغم أنها المنتج الثالث هي الأول مصدر في العالم والولايات المتحدة وكندا وفرنسا هم المصدرين الآخرون لماذا على روسيا أن تصدر إلى العالم أكثر ما تنتج والولايات المتحدة تسرق تسرق بكل معنى الكلمة القمح الأوكراني مقابل الأسلحة لأنهم يريدون أن يجوعون أوكرانيا واتهمون روسيا بها أوكرانيا تعرضت لسرقة القمح حرب العالمية الثانية طب اسمح لي فقط من باب الفضول فقط ليس إلا ما الذي تحتاجه ما الذي ستفعله أمريكا بقمح أوكرانيا لا أفهم روسيا سعد جاهدة لإعطاء أوكرانيا كل ما تمتلكه من أجل أن يكون موسم أوكرانيا مكتملا لكن أوروبا ضغطت على أوكرانيا لأخذ كل هذا القمح الهدف منه هي محاصرة أوكرانيا اقتصاديا من المجاعة لتحدث في أوكرانيا واتهام روسيا لكي لا تصدر أوكرانيا إلى دول العالم التي تصدر منها وبعدما فتحت روسيا مرفأ مايروبل لتصدير القمح إلى الشرق الأوسط ومنهم مصر ودول شمال أفريقيا لكي لا تقوم بذلك سرقت الدول الأوروبية والولايات المتحدة هذا القمح ويقولون أن روسيا تمنع روسيا ستساعد ستقدم لكن أيضا أوروبا وتحديدا أمريكا وكندا وفرنسا هم أكثر المنتجين في العالم لماذا لا يصدرونهم؟ لماذا فقط روسيا عليها أن تصدر لكل العالم؟ وهم الأكثر إنتاجا من روسيا طيب سؤالي الأخير لك يا دكتور مسلم لو تكرمت كيف سترد روسيا على هذه الاتهامات التي باتت اتهامات أممية؟ الأمم المتحدة تتهم روسيا بأنها تحاول تجويع العالم الآن؟ يعني نحن منذ بداية الأزمة هذا الكم من الروسيا فوقي هذا الكم من الكذب وتغيير الحقائق وتزويرها لكل ما حدث في أوكرانيا الأمم المتحدة هي دول تتبع بأغلبها وكما حصل في الأمم الجمعية العمومية 140 دولة مجموعة جزر ودول صغيرة يسمينها الأغلبية في العالم لكن الأغلبية الأخرى في العالم هي الصين والهند وباكستان ومصر والدول العربية وإيران هم مع روسيا أغلب 60% من سكان بشرية العالم لا توافق على هذا القول الذي تقوله الولايات المتحدة والأمم المتحدة أكثر من 70% من جغرافية الكرة البشرية تقف مع روسيا حتى الدول العربية كانت أكثر استقلالية إسمح لي يا دكتور مسلم أن يكون هناك علاقات جيدة بين منطقة العربية مثلا وبين روسيا شيء وأن يكون هناك اتفاق على كل تحركات روسيا شيء آخر أنا لا أعلم وظني أن حضرتك أيضا ربما تتوقع تفضل أكبر الدول العربية لم تنخرط بالعقوبات ضد روسيا دعت إلى السلام وإلى التسوية دعت إلى وقف الحرب وإلى التسوية نعم نعم ودول العربية زارت وفد من الدول العربية زار موسكو والتقى بهم وقام الوزير لفروف بزيارة أيضا الجزائر وعمان لما لموقف الدول العربية أكثر استقلالية من الدول الأوروبية التي تتبع للولايات المتحدة ولترتيبات تصدير الغاز الدول العربية وتحديدا الجزائر لن تقوم بتصدير الغاز بما يعود الغاز الروسي وهذا موقف مهم جدا لأنها تعرف تماما إذا قامت بذلك اليوم غدا ستضرب وستقصف وستدمر الجزائر كل من لا إذا خسرت روسيا الآن ستخسر كل دول العالم سيادتها واستقلالها وحريتها من الولايات المتحدة التي عاست فسادا في العراق وفي ليبيا وفي سوريا وفي يوغزلافيا وفي أفغانستان وفي فيتنام وضربت الكمبلة النووية أول من استعملها وقصف بها الشعب المسالم مستسلم هو اليابان أشكرك حتى الآن تمارس نفس الشعائر وتتهم بها الآخرين أشكرك دكتور مسلم شعيتو رئيس مركز الحوار الروسي العربي كنت معنا من سان بيترسبيرغ فشكرا جزيلا لك ميدانيا كثفت القوات الروسية عمليتها العسكرية في المدن والبلدات التي لا تزال خاضعة لسيطرة أوكرانيا في إقليم دونباس بهدف السيطرة على كامل الإقليم وقال الجيش الأوكراني إن القصف الروسي طال أكثر من أربعين بلدة ومدينة في منطقتين دونيتك ولوغانسك ودمر سبعا وأربعين منشأة مدنية مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها الرابع تسعى روسيا إلى تعزيز مكاسبها وتركز جهودها العسكرية للسيطرة على كامل منطقة دونباس وخصوصا أراضي منطقتين دونيتسك ولوغانسك حاكم منطقة لوغانسك قال إن الجيش الروسي يهاجم الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من جميع الاتجاهات مستخدما أعدادا ضخمة من القوات والمعدات وأكدت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت بكثافة نيران المدفعية للتقدم باتجاه منطقة سيفيرو دونيتسك وشنت غارات جوية على البنية التحتية باتجاه مدنك راماتورسك وسولفينيسك وليمان الاستراتيجية في أقصى الجزء الغربي من المنطقة التي تشكل آخر جيوب المقاومة الأوكرانية في اتجاه ليمان صاعد الروس من القتال وينفذون عمليات عسكرية بدعم جوين ومدفعية ويهاجمون بدعم من نيران المدفعية في اتجاه مستوطنة سيفيرو دونيتسك وفي اتجاه أفديفك يواصل الروس القصف بقضائف الهون والمدفعية على مواقع قوات الدفاع والبنية التحتية والمدنية كما أعلنت موسكو أن قوات لوجانيس قد سيطرت على قرية توسكوفكا بعد انسحاب القوات الأوكرانية منها بينما تدور معارك كبيرة بالقرب من مدينة أفديفكا وفقا لمحللين فإن حرب الاستنزاف على الساحة الأوكرانية ستطول فواشنطن تدعم الحرب الأوكرانية بأربعين مليار دولار لتكون أكبر دفعة مساعدات عسكرية في التاريخ إلى جانب مساهمات باقي دول حلف الناتو ومن المرجح التي تتجاوز القوات الروسية منطقة دونباس وما حولها التي تضم أغلبية من السكان الروس لتضمن حاضنة شعبية أن تحميها من الهجمات الخاطفة والكماء وأن تستنزف القوات الأوكرانية وإمداداتها عبر الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى لتظل قادرة على تحمل حرب استنزاف طويلة فر أكثر من ستة بلايين ونصف مليون شخص منذ بدء الأزمة الأوكرانية الروسية حسب ما أظهرت أرقام نشرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واستقبلت بولندا أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين حيث تستضيف حالياً ثلاثة ملايين ونصف المليون لاجئ وفي ألمانيا تم تسجيل وصول نحو سبعمائة وثمانين ألف لاجئ أوكراني منذ بدء الحرب أكثر من سبعمائة ألف لاجئ أوكراني اختاروا ألمانيا وجهة لهم أن فتاة أوكرانية كان من المفترض أن تعود لبلادها لكن العملية العسكرية الروسية منعتها من ذلك أنا التقيت أنس في برلين ولم أكن أعرف عن الحرب في سوريا وعندما حدثني عنها شعرت تماماً أن هذا ما يحدث في بلدي الآن هو شعور صعب جمعتنا معاناة الحرب خفف أنس من شعوري بالألم والمعاناة لما يحدث في بلدي والقاسم المشترك بيننا هو ذات العدو المشترك نحن في أوكرانيا نعيش في حالة صعبة ونتمنى نهاية هذه الحرب سريعاً فضلت البقاء هنا تقاسمت مع أنس المعضماني اللاجئ السوري همم الحرب في بلادهما وباتت القواسم المشترك بينهما كبيرة جمعتهما مأساة الحرب في بلادهم وكانت البداية لرحلة خاصة بهما لبن بلشت الحرب على أكرانيا استرجعت ذكريات الحرب بسوريا اللي عشتها وهي المصاعب اللي كلها أنا عشتها من لو من أجيت على ألمانيا هل هي معد فيها ترجع على أكرانيا بسبب الحرب أنا كمان كنت مع بأكراني ب2019 بلد رائع العالم بالطرقات مع بالطرقات وفي كل شيء يتمنى للإنسان مثل الشام من قبل الحرب بس خسارة هلأ فينا نقول أنه معد ترجع بدها فترة طويلة لترجمت الأيام من زمان بأعتقد والإخصارة الأكبر أنه لازم مرة تاني احكي عن الحرب واسترجع لذكرية الحرب اللي أشتهاب في سوريا ستة ملايين ونصف مليون شخص على الأقل فروا من أكرانيا هربا من الحرب التي تشنها روسيا عليها وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انتشر غالبيتهم في دول الاتحاد الأوروبي بعضهم فضل البقاء وآخرون اختاروا العودة لبلادهم لتزال العملية العسكرية الروسية مستمرة في أوكرانيا كل ذلك لم يمنع بعض اللاجئين من اتخاذ قرار العودة الطوعي لبلادهم بينما وجد آخرون في ألمانيا تسهيلات ومساعدات ميزتهم عن بقية اللاجئين من دول أخرى وفتحوا الباب أمام كثير من التساؤلات هل هناك تمييز بين اللاجئين حسب الدولة والجنسية لمن شواف قناة الغد برلين أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن واشنطن على استعداد لتكثيف الاتصالات مع بيكين لحل الخلافات بين الجانبين بشأن عدد من القضايا الدولية وأضاف بلينكين أن الصين هي الدولة الوحيدة التي تنوي إعادة تشكيل النظام الدولي عبر قدراتها العسكرية والاقتصادية والديبلوماسية الصين هي الدولة الوحيدة التي تنوي إعادة تشكيل النظام الدولي بشكل متزايد بالقدرات العسكرية والاقتصادية والديبلوماسية بكين تحركنا بعيدا عن قيام الأمم المتحدة التي أحرز فيها تقدم كبير خلال الخمسة والسبعين عاما الماضية الصين تقوض جهودنا في حل مشكلات المناخ وكوفيد تسعة عشر الولايات المتحدة والصين عليهما أن يتعامل معا لأجل المستقبل فهذه أكثر العلاقة تعقيدا ولها عواقب منذ عقود نحن لا نسعى إلى حدوث حرب ولا نسعى إلى حجب الصين عن لعب دورها كقوة عظمى ولكننا سندافع عن القانون الدولي في المؤسسات التي تحافظ على الأمن والسلام في لبنان نفذ الأطباء وأصحاب المستشفيات الخاصة اعتصاما أمام المصرف المركزي في بيروت وجاء الاعتصام احتجاجا على ما وصفوه بالسياسات النقدية المتوحشة التي تمارسها الدولة والمصرف المركزي والمصارف بحقه على مسامع حاكم المصرف المركزي صرخ الأطباء والممرضون لإنقاذ ما تبقى من قطاع استشفائي ينهار مع كل القطاعات الخدمتية في لبنان إضراب يومين أرادته المستشفيات تحذيريا بوجه ما وصفته بالسياسات النقدية المتوحشة كفى استهتارا بنا وبحقوقنا إننا مؤمنون بلبنان ونريد البقاء هنا إن هذا التواطم بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف بقطع السيولة عن المستشفيات سوف يؤدي مباشرة إلى انقطاع الدواء والعلاج على المريض وقد بدأنا نرى موادر هذه المصيبة رغيف الخبز قوط الفقراء بات مهددا اليوم فمع كل بضعة أسابيع تعود التواضير وتغلق الأفران بسبب فقدان الطحين المدعوم أما صرخة أصحاب الأفران والمطاحن فتكاد لا تكون مسموعة هي الأخرى من وزيري الاقتصاد والمالية إذا لم يجتمع المجلس النيابي وينتخب رئيسا ونائب رئيس وهيئة مكتب ويجتمع المجلس النيابي ويقر قانون للقرض المخصص للبنك الدولي 150 مليون دولار استثنائيا للأمح هنا لن يكون هناك قرض 150 مليون دولار كما وعدنا وزير الاقتصاد ولن يكون هناك قمح مدعوم ولا خبز مدعوم وعلى بعد أمتار قليلة كان الدولار المرتفع يلهب ساحة الشهداء فصائقون العموميون أغلقوا الساحة بعد تحذيرات وإضرابات متكررة من انقطاعهم لم تجدي نفعا فيما بقي السجال السياسي قائما منذرا بالأسوأ الذي ينتظر المبنانيين انتهى فصل الانتخابات النيابية وبدأ فصل الانهيار الأكبر الدولار يسجل مستويات قياسية بشكل شبه يومي أزمة رغيف آئلة للانفجار مستشفيات تصرخ ومواطنون عاجزون عن تأمين قوتهم اليومي وطبقة السياسية تقف عاجزة واستخلافاتها على عتبة المجلس النيابي ليلة خليل الغد غيروت وختام حصاد اليوم تذكير بأهم عنوينه الفصائل الفلسطينية تعلن الاستنفار العام لمواجهة مسيرة الأعلام بالقدس تحقيق فلسطيني يؤكد أن قوات الاحتلال تعمدت إطلاق الرصاص على شرين أبو عقلة الأمن القومي التركي يفوض أردوغان لشن عملية عسكرية على حدود سوريا والعراق روسيا تبد استعدادها للمساعدة في حل أزمة الغذاء بعد رفع عقوبات الغرب انتهى حصاد اليوم من قناة الغد بآمان الله اشتركوا في القناة